طيب خذونا نروح بقى للكاميرون عجوم جيان بيير فيالة ده طبعا نجم منتخب الكاميرون السابق بيير برحب بيك في القناة الأولى المصرية أشكركم أمساء الخير وأشكركم على هذه الدعوة طيب عايزين نسأل بقى عن النسخة الحالية كأس الأمة الأفريقية كود دي فور 2023 شايفها إزاي شايف البطولة استثنائية إلى أي مدى حقيقة الأمر أنها واحدة من أفضل البطولات الكام التي تم تنظيمها والأكثر مفاجآت هنا هذه البطولة تثبت حقا أنه لم يعد هناك فرق صغيرة لم يعد هناك بلدان صغيرة في أعلى مكرة القدم الجميع قد تطور بشكل كبير لم يعد هناك هدايا تقدم بالفرق الكبيرة على طبق من ذهب كما قلنا نقول الجميع أصبح الآن على قدم المساوات تقريبا والمستويات متقاربة نعم بيير بس سؤال في وجه نظرك أي سبب ظهور المنتخبات الكبرى بمستوى يعني مش هقول متواضع بس مستوى غير المأمول قدام منتخبات الأسماء بتاعتها في تاريخ كرة القدم الأفريقية ليس على هذا المستوى لأنه الفرق الكبيرة حينما تتحدث عن فرق كبيرة هذا يعني أن تتحدث عن نتائج ولكن هذا لم يحدث العمل والنتائج هي التي تقول من هو الفريق الكبير والفريق الصغير الفرق الكبيرة بما فيها الكاميرون والسنغال ومصر والتونس نعم نعلم أنها فرق كبيرة على الورق ولكن أمام الفرق التي لعب أمامها اتضح أن هناك شيء آخر أصبح لدينا مفهوم آخر المفهوم والتصور الذي كان لدينا عن مصر والكاميرون لم يعد موجودا على أرض الواقع لأن هناك قوة أخرى صاعدة لا رأينا مالي ورأينا جزر الرأس الأخضر ورأينا جنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية عدة دول لم تكن موجودة على الخريطة ولكنها أصبحت الآن قوة كبيرة في كأسهم أفريقيا عملوا بشكل جيد ونتائج عملهم ظهرت على أرض الواقع نعم بير لو تكلمنا عن منتخب الكاميرون وانت عايز تقول والله أن في حد هو سبب خروج منتخب الكاميرون لو أنت بتعد تقرير هذا التقرير ستشير فيه إلى أسباب خروج الكاميرون من دور الستواشر في كأسهم أفريقيا إيه هي الأسباب أرى سببا وحيدا وهو حينما ترى فريقك يخسر بهذا الشكل فهذا يعني أن هناك عمل كان من المفترض أن يتم وهذا العمل لم يتم إنجازه لم يكن الفريق مؤهلا بشكل جيد لكي يخد غمر هذه المصابقة مقارنة بالفرق الأخرى اتضح أننا لم نقدم شيئا كان علينا الكثير من العمل كان علينا الكثير من الاستعداد كان يجب أن نكون مهيئين بشكل أفضل لهذه البطولة هذا هو السبب أننا لم نعمل بالشكل الجيد طيب لو قلنا أن هل تعتقد أن منتخب الكاميرون يحتاج لوجوه جديدة تجديد دماء أو ضم لعبين آخرين للسكواد لمنتخب الكاميروني لا أعتقد ذلك لا أعتقد أن تلك هي المشكلة أعتقد أن المشكلة الحقيقية هي أنه يجب أن نقترح حلولا وقعية هناك لعبون جيدين ولكن تمت إدارتهم بشكل سيء على الصعيد البدني وعلى الصعيد الفني الفريق لم يكن جاهزا هي بطولة صعبة نحن نعلم أنها بالتأكيد بطولة صعبة على كل المستويات والفريق لم يتم أداده بالشكل الجيد على المستوى الفني وعلى المستوى البدني لدينا لعبين جيدين ولكن لم يتم إدارتهم بشكل جيد إذن هي مشكلة إدارة وأعتقد أن رأس الإدارة هي التي يجب أن تتغير رأس الإدارة هنا تقصد بها الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أم المدير الفني لمنتخب الكاميروني ليست مشكلة الاتحاد قلت أنها مشكلة تنظيم على مستوى اللعب المدرب كان عليها أن يعطي المزيد كان عليها أن يعمل بشكل أفضل المشكلة ليست في الاتحاد بالتأكيد حينما ما يقدمه المدرب على أرض الملعب لم يكن شيئا مقنعا هناك لعبون أفضل من ذلك بكثير ولكنهم لم يعطوا ما كان منتظرا منهم والكثير من اللعبين وحتى رأينا معنويات بعض اللعبين كانت منخفضة وهناك عمل كان يجب أن يجري على الخطوط بالشكل الفني ولكن كل ذلك لم يكن موجودا اللعب يتم إنتاجه في الإستاذ وهذا يتعين على المدير الفني أن يديره وهذا ما لم نره في أرضية الملعب هذا هو ما كنت أتحدث عنه نعم بالحديث عن ساموال إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم كيف ترى أداءه كيف ترى تواجده هل له تأثير إيجابي تأثير سلبي أفاد الكرة الكاميرونية أعتقد أنه مفيد جدا وهو إيجابي جدا لقد تناقشت من قبل مع الرئيس السابق للتحاد الكاميروني مقارنة بساموال إيتو ساموال إيتو هو رجل لديه خطة ولديه رؤية وغير الكثير من الأشياء وعلى الصعيد الإداري هو غيرت كثير من الأشياء ولكن المشكلة كما قلت أنه التغيير الفني على مستوى إدارة الفريق ومن يلعب أساسيا ومن يلعب احتياطيا هذه هي المشكلة الأساسية ما حدث قد حدث علينا أن ننسى ما مضى بالحديث عن المستقبل هل تعتقد أن وجود مدرب أجنبي هو الأصلح لتولي المسئولية في المستقبل أم مدرب أجنبي أم مدرب موطني كاميروني هو اللي يتولى زمام المسئولية وجهة نظري وجهة نظري ليس وجهة نظر كل الكاميرونيين أعتقد أن الكاميرونيين من وجهة نظري الكاميرون بيها الكثير من المدربين المحليين الممتازين الذين يستطيعون أن يتولوا هذه المسئولية وأنا عن نفسي مدرب ولي الكثير من الزملاء المدربين وهم يستطيعون أن يقوموا بهذا العمل ولكن المشكلة أنه ليس نحن من يقرر هناك رأس أدري هو من يقرر نعم شكرا شكرا جزيلا جيان بيير نجم منتخب الكاميرون كنت معنا في رقم عشرة شكرا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر